استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يقوم بالزيارة الرسمية لمصر على رأس وبد حكومي رافيع المستوى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه ودعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية به وتعزيز الروابط بينه وبين محيطه العربي وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تضمن الإعراب عن الارتياح للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين الدولتين التي تستند إلى رصيد تاريخي كبير من الأخوة الصادقة والدعم المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين توافق الزعيمان على أن الظروف الراهنة تستوجب تكسيف العمل العربي المشترك على المستويين الثنائي والجماعي منوهين في هذا الصدد إلى آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن ومواصلة العمل على إنجاح مشروعاتها وتحقيق أهدافها لتصبح نموذجا للتعاون العربي والتكامل الإقليمي وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء تطرق إلى التباحث بشأن التعاون الثنائي القائم بين الدولتين خاصة فيما يتعلق بالجهود الجارية لزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة والتعاون في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية والسياحة والطاقة والنقل والصناعة بهدف الاستغلال الأمثل لموارد البلدين لما يحقق صالح شعبيهما الشقيقين وقد أشاد رئيس الوزراء العراقي في هذا الإطار بما تمتلكه مصر من خبرات واسعة ونجاحات مشهود لها في تلك المجالات هذا وشهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن سبل الخروج بالإقليم من الأزمات الخطيرة التي تعصف به وتهدد استقراره ومقدرات شعوبه حيث توافقت الأراء بشأن ضرورة التهدئة وخفض تصعيد الإقليمي وأكد الزعيمان في هذا السياق على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط المكثف لإتمام اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة وشدد الزعيمان على ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع والتوقف عن التصعيد الإسرائيلي المستمر بالضفة الغربية مع ضرورة إطلاق مصار سياسي جاد يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع والعادل في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك هو السبيل المستدام لإرساء السلام والأمن والتنمية في المنطقة اشتركوا في القناة